أكدت الشركة العامة للسمنت الجنوبية أن معاملها الثمانية في كربلاء وبابل والنجف والسماوة والبصرة توقفت عن العمل بشكل كامل بعد امتلاء مخازنها بالاسمنت غير المباع متهمة بعض الجهات بإغلاق السوق العراقية بالاسمنت المستورد باستخدام إجازات الاستثمار التي تعفيهم من الضرائب لاستيراد كميات كبيرة تفوق حاجة المشروع بالتعاون مع موظفين في المنافذ الحدودية حيث يتم بيع الفائض في الأسواق المحلية وبأسعار منافسة فوجئنا نهاية شهر أيلول بدخول السمنت المستورد بشكل كبير يعني وبشكل كاسح أنه اليوم توقفت معامل شركتنا عن التجهيز والمبيعات بشكل كامل وهذا بات يهدد شركتنا بالتوقف كل هذا السمنت الداخل هو عن طريق الاستثمار وهو يتاجر فيه في السوق في حين مفروض هو يروح المن إلى المشروع الاستثمار تجد أنه الكميات تفوق ما يحتاج المشروع بعشرات الأضعاف الشركة أكدت أن مبيعاتها ازدادت بشكل كبير خلال شهر أيلول الماضي بعد تطبيق فرض الضرائب على الاسمنت المستورد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 238 لعام 2015 لكنها عادت وانتكست بسبب استخدام إجازات استثمارية لمشاريع اكتمل بعضها منذ وقت طويل عند صدور هذا القرار التنفيذ في المنافذ الوسط والجنوب وصلت مبيعات الشركة العامة من اسم الجنوبية إلى 137 ألف طن سمنت 12 مليار دينار عراقي بلغت إيرادات الشركة رجع السمنت المستورد من دول الجوار بكثافة وبطريق غريب اليوم نصلت إلى 40% أو أقل مبيعاتنا الشركة أكدت أنها ليست ضد الاستيراد ولكنها تطالب بفرض ضوابط ورسوم لحماية المنتج المحلي للحيلولة دون توقف الصناعة الوطنية وإخراج العملة إلى الخارج في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نحن نطالب من خلالكم أنه تكون هناك وقفة جدية من مجلس الوزراء باتخاذ قرار صار باتجاه هذا الموضوع لحماية المنتج العراقي يجب أن تكون هناك محاسبة جدية لمن يخالف القرار الذي لا يخدم الصناعة، الذي لا يخدم البلد الذي يسمح بخروج العملة وفي حقيقة تقطيع أيدي الفساد التي تدخل فيه هذا الموضوع بالاستمرار بتنفيذ القرار 238 وفرض الضرائب على السمنت الذي يستورد عن طريق إجازات هيئة الاستثمار الوطني تجار السمنت أكدوا أن السمنت العراقي مرغوب أكثر من المستورد ويحظى بإقبال كبير صار السحب على العراق أكثر وخاصة للكوفة وإلى جانب ما يمثله الاستيراد من الخارج من خروج للعملة الصعبة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية فإن أكثر من ستة آلاف عامل في معامل الشركة الثمانية مهددون بالتوقف عن العمل في حال استمرار المستورد الأجنبي بدخول البلاد أراج نصير الحرة النجف والعشرف